الله على بركة الله. غن دزل المرحلة الاولى. المرحلة الاولى ضروري اننا استعملوها وخصوصا الناس اللي عندهم الشيب. يعني هاد الوصفة هادي. الوصفة التانية قبل ما نديرو الحنة دي الانتياكو. ضروري اننا استعملو هاد الحنة هادي لي الحنة الحمراء. الناس اللي عندهم الشيب. الناس اللي عندهم الشيب عاصي. الناس اللي عندهم الشيب بزاف القنة ديالهم. يعني في القدام. وعندهم الشيب عاصي. فضروري انه مستعملوا. هذي الوصفة الاولى. الوصفة الاولى سهلة. كان نخطو جوج معلقة ديال الحنة. ولا حسب الكيمية ديال الشيب اللي كان في الشعر ديالك. كتخضي القياس دياله في الحنة. كتخلطيها مع كويز ديال اتاي. مركز او لكويز ديال القهوة. انا هنا اختاريت القهوة. وضروري ان الخلاطي ديالنا يعني القهوة تكون سخونة. مش سخونيا. يعني كتحاق ما يم تكون سخونة. باش نخلطه بالحنة ديالنا. باش تطلق لينا ضغية ضغية خمر. انخلطوها مزيان. ونطلوها على الشعر ديالنا. الشعر ديالنا يكون مغسول يعني غسينه قبل مزيان بشامبوان. وعاد نديرو لي هاد الخلطة ديال الحنة. حتى يتغطى علينا الشيب كله. ويتسبغ لينا يخرج لنا اللون دياله حمر ولا برتقالي ولا خزو. مش مشكل مهم ويتغطى علينا الشيب تماما. من بعد نخلي بواحد ساعتين تل ثلاثة سوية. ونغسلو الشعر ديالنا بالماء. ضروري ما نديرو هاد القادية البنات. الناس اللي عندهم الشيب. الشيب العاصي الشيب. اره ضروري ما تديرو هادي. بالنسبة الناس اللي ما عندهم الشيب وبغوا فقط صباغة طبيعية. فممكن انهم يستعملوا الحنة ديال اندياقوب بوحدة كافية. ولا ان الناس اللي عندهم الشيب فضروري انهم يستعملوا المرحلة الاولى يادي ديال الحنة. كان نخطو الحنة اللي غي كفينا للشعر ديالنا. ونخلطوه مع مميها سخونة مع كاس ديال اتيقاسح مع كاس ديال القهوة. سخونة. وكان خلطوه مزيان حتى ما تبقى لنا تحبه. ونطليوه على الشعر ديالنا. ونخليه واحد تلاثة ديال سوايع تلس ساعتين. ومن بعد من اللي نعرفه باننا صبغت لنا الشعر ديالشيب تصبغ. عاد ندوزو المرحلة التانية. مرحلة التانية. ها هي البنات. كان نخطو الحنة ديال اندياكو. راه كينا في جوجة الالوان. كينا في القهوة. وكينا في الكحل. بالنسبة للناس اللي كيعشقو اللون للكحل. السود راه موجودة في الاسود وموجودة في اللون البني. الحنة تماما نفس الشيء. بحالها بحال الحنة. ما فيها احتى اضافية. ما فيها اضافة اخرى. هي فقط مادة بحال الورقة ديال الزيبينة. بحال الورقة ديال السلق. كتكون الورقة ديالها طويلة. انا غنوريكم الكارتونة. ما فيها اضافة كيماوي. ما فيها والو. طبيعية مئة بالمئة. بالنسبة للناس اللي غايتسألو تبارك الله. ما شاء الله دبارة ولدقات دولة. دول عندهم موجودة. يعني انا في ما كنسوه لشيء اخر. كنت تقولك راه كينا في الفارماسيان كينا في الباغا فارماسي موجودة. كنشرو واحد الكمية. لا بأس بها. كان مرة الاولى. كانستعملوها بالنسبة الناس اللي بغوا يصبغوها على الشعر ديالهم كلهم. مرة الاولى كانطلو الشعر ديالنا كلهم. كانسبغوها بالشعر ديالنا كلهم. والمرة التانية اللي كان بغوا نستعملوها. كانستعملوها على كلة الشهور حتيها كانسبقة شد في الشعر. غير بالنسبة الناس اللي بغوا ديري لغاسين. فكي ياخدوا واحد جوج مع القط فقط. غير باش يديروا لغاسين فقط. يعني كان ناخد واحد الكمية قليلة. راها دابا ما شاء الله موجودة في جميع المحلات غير سولوا عليها وبحتوا عليها. راها موجودة. كانت شحال هادي كان غير يعني قليل في نتلقيها. دابا الحمد الله را موجودة متوفرة. بالنسبة لطريقة ديالها سهلتا هي كما قلت لكم في الاول ضروري المرة اللولة لابغينا نصبغو الشعر ديالنا ونبدلو لي اللون كله فكان ندير واحد الكمية يعني كمية لا بأسة بها. واحد القياس على حسب الكمية فصراحة ما نقدش نقول لكم مش حالة على حسب الشعر ديالكلة اخت. اللي شعرها طويلة اللي شعرها قوية اللي شعرها مهم البنت او للسيدة تستعمل الشعر تملحنة على حسب الشعر ديالها. طفي كنخلطوها بالماء يكون دافي. الماء ما يكونش باردة البنات وكرر يكون دافي ما يكونش تاني كيحرق. يكون دافي. ونخلطوها مزيان. الريحة ديالها ما فيها تشي رائحة اللي هي كاريها هي الريحة ديالها. بحال شكل ديال الخبيزة بحال شكل ديال ليزيبينغ سبانخ غير هي انا للناس اللي عمرهم ما داروها. فكن نصحكم انكم كاول تجريبة تستعملوها غير في واحد البلاصة في الشعر ديالكم تحت الوضن ديالكم. واحد الخصلة في الشعر ديالكم. وتشوفوا واش ما عندكمش الحساسية الا بالنسبة الناس اللي يكونو كيتحسوا منها. فييرا ما فيها تشي ضرر ما فيها تشي ادية غير فقط كتجريبة. بشكل واحد يعني لا يتحسس منا ولا شي حاجة. يتجنبها. بالنسبة للتامن ديالة. التامن ديالها بعقول يعني ارخص من هذيك السباغة الكيموية. ما نكتبش عليكم. ما نقول لكمش راحة غالية ولا راحة لا راحة رخيصة. وبسيط التامن ديالها غير هو طبيعية مئة بالمئة. غير ما اللي تشريوها البنات. شريوها وكونوا متأكدين انها مكتوبة مئة بالمئة طبيعية. ناتيو غير ما فيها اشي اضافات تانية. بالنسبة للشعر شفوا الشعر من اللي كان غسله الشعر ديالنا من الحنة. الحمرة بالنسبة الناس اللي عندهم اذاك الشيء بمستعصي. كان غسله الشعر ديالنا من الحنة. فكنخليه يكون بين ناشف وبين فازك. ما يكونش فازك يعنيها. وما يكونش ناشف. ومكان نغسله هذك الشعر ديالنا ونخليه واحد شوية نشف. ونطلو له هذ الحنة هذي. هذي الحنة هذي نبغي نستعملوها الشعر ديالنا عاد نخلطوها. ما كتبغيش تبقى مدة طويلة وهي مخلطة. كتبغي يعني سوه بلاس من خدمها ونطلها على الشعر ديالي. فقط قلت لكم ناخدو الكمية. بالنسبة لش حنخليها على الشعر ديالي. هذي نخليوها واحد المدة جل ساعتين اقصى شيء ساعتين. هذي راسة. زي ما ما شاء الله للناس اللي استعملوها والبنات اللي تستعملوها كيشكروا فيها. كتبقى شدة في الشعر. ما كتتحييتش كتبقى شدة المدة كتر منتل الشهور حتى كيكبروا ليغاسين يعني الناس اللي كيستعملوها تيقولك تسبو غير ليغاسين فقط. بالنسبة نخليوها على الشعر ديالنا ساعتين ومن بعد نغسلوها بالماء. بدون شامبوان بدون اي شيء فقط بالماء عادي الماء ومن بعد ندهنو الشعر ديالنا بزويتة عادي فقط يعني ما استعملو الشامبان غسلوه غير مزيان انو غسلوه بالماء فقط. وكان نصحكم انا البنات انكم استعملو هاد الشيتة هذي. لا في الصباغة الطبيعية يعني لا في الحنة. الغصفات الطبيعية او لا في هاد الحنة دي الاندياقو. علاش حيث هذي كتدخل لنا بين الزغبة والزغبة. ما كاتب من اللي كنديروها في الشعر ديالنا ما كاتبقش لنا ديك طربة يعني جا فيها وجا ما فيها شعلا. حيث الصباغ ديان الصباغ ديالي يدينا ما كيدخلوش بين الزغبة والزغبة. فالشيتة كتدخل بين الزغبة والزغبة. فانا كان نصح البنات اللي كيبغوا آآ يصبغوا الشعر ديالهم بالوصفة الطبيعية وما عندهم مش صبر انهم يستعملوا المرة اللولة والمرة التانية ويعاودوا. فانا كان نصحهم بعد الحنة ديال اندياقو علاش حيث هي كتعطي يعني من كتغسل الشعر ديالك يقول اللون دياله بني غامق وكتقولي بس لا ماشي حاجة تميتها الشيب واحد المدة ديال في الشهر حتى كيبدي كبير عاو تاني عاد كتعاودي تصبغيه بها فقط كتبقى هدي زوينة بزاف وحسن ميت اف مرة من الصباغة الكيموية وكتبقى كما كيقولو سيف يعني كتبقى مضمونة وآمنة على الصباغة الكيموية على شحد الصباغة الكيموية معا المدة كيبدا الشيب كيتزاد لنا وبكترى ما هدا الوصفة الطبيعية كيحافظوا على الشعر ديالنا وما كيبقاش الشيب يزيد الضعب كنتمنى نكون فتكم ولو